مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع طبعا يعني التجربة الصينية أثبتت مفعولها وأعتقد أنه الصينيين قدروا يستطيعون أن يهزموا هذا الفيروس بحكمة ومعرفة وإصرار ويمكن شوية ديكتاتورية لكن من هنا نبدأ نتعلم من هذا الدرس الصيني بمقاومة هذا الفيروس ألخصت لكم تقريبا التجربة الصينية في أكثر من نقطة وإن شاء الله هذه النتائج نستفيد منها جميعا حكومات وشعوب طبعا فيه الأثار اجتماعية سيئة حقيقة في النهاية لكن خلينا نحكي عن ما استفدنا من دروس من التجربة الصينية في مقاومة كورونا الجديد الدرس الأول هو التصرف بمسؤولية من قبل الحكومة والشعب طبعا كان هو أهم شيء في الضمانة للنجاة من هذا الفيروس عدم القاء اللوم طبعا فيه ناس كتير حكوا أنه سبب هذا الفيروس أمريكا ناس حكت الصين هم ما استمعوا لهذا الشيء وأخذوا مسؤولية وبدأوا يشتغلوا لمقاومة هذا الفيروس اثنين مشاركة المعلومات مع منظمة الصحة العالمية وبدء الأبحاث لعلاج هذا المرض وهذا شيء مهم جدا الصين أول ما عرفت الفيروس وقدرت تعزله نشرته في مراكز أبحاث ومع منظمة الصحة عشان يستطيعوا أن ينشروا التركيب الجيني تبعه رقم ثلاثة الثقة بالحكومة الشعب تقريبا كان بثقة قوية بالحكومة وبجهازها الطبي كان في بعض الناس اللي طردوا على الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لكن الأغلبية كانت واقفة ولها ثقة لتجاوز هذه الأزمة بشكل واضح النقطة الرابعة اللي هي اتخاذ قرارات جدية طبعا في البداية كان في تساهل في الموضوع وهذا شيء طبيعي لأنه مش هتعمل حجر على مدينة بعد ما يجيك 18 ولا 100 حالة في مدينة في 11 مليون يعني 100 حالة رشح شيء طبيعي لكن لما اكتشفوا الموضوع أخذوا إجراءات جريئة بإغلاق مدينة وخان وعزلها كاملة مركز تفشي الفيروس وطبعا هذا عوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم استفادوا من شيء أنا ما أبدأ أحكي أنهم أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إحنا اللي لازم نستفيد من هذه الشغلات الآن دول ومدن ما عم بعملوا لها عزل مش عارف شو اللي بنتظروا فيه وطبعا عززت الضوابط الداخلية بالدخول والخروج كانت الموضوع صعب جدا إلا في حالات نادرة أربعة أو خمسة الجهود السريعة التي بذلتها الحكومة لمكافأة هذا الفيروس وتفشيه كل شيء دفعته إلى هذه المدينة الجيش الأكل المعدات الطبية طبعا النقطة السادسة العمل بجهد وبناء مستشفيات خلال عشر أيام بنوا مستشفية مستشفية جماعة يعني هذا المستشفى في تقرير كان أنه بده ست أشهر إلى سنة لأنه هو تركيب كامل في أي دولة متطورة بنوا بعشر أيام طبعا جهد أربعة وعشرين ساعة حشدوا عاملين في القطاع الصحي حوالي أربعة آلاف طبيب بس من مدن ثاني دخلوا مدينة وخان عشان يساعدوها إنشاء خطوط إنتاج للمستلزمات الطبية في مصانع غيرت خطوط إنتاجها مصانع سيارات صارت تنتج كمامات وألبس وأقنعة طبية هذه اللحمة الشعب سبعة وحدة الشعب الصيني ومرونته وإصراره على المقاومة في الداخل والخارج طبعا هذه بدأت يحتذا فيها شعب الصيني خلال الأربعين يوم مل وكان صعب وأنا عارف في ناس من وخان وأنا أصدقائي وفي لي أهل في وخان لكن كانوا واقفين وثقتهم كبيرة في ما سيحدث إن شاء الله طبعا تمانية المسؤولية الفردية كل شخص عزن نفسه حس بهذه المسؤولية الفردية وتصرفه هذا أدى إلى الانفراج اللي إحنا شايفينه الآن تسعة عدم الاستماع للمشككيين والناقدين كثير ناس شككوا حتفشل هذه الخطة أنتو هادي ديكتاتوريك نقد يعني هلأ النجدة فشة بأحد بس هاي الدول اللي كانت تنقض مش عارف تسوي شيء فالكلاب وتنبح والقافلة تسير يا جماعة وهذا اللي أخدوه ماهتموا يحكوا اللي بدكويا إحنا ماشيين في أمرنا عشرة استخدام التكنولوجيا شوفنا فيديوهات رائعة على الصين استخدام الدرونز والريبوتس والسيارات اللي بتمشي لحالها وطريقة التعقيمات الأوتوماتيكية والبيك داتا البيك داتا هاي كانت مهمة جدا في استخدامها في الصين البيك داتا طبعا ما بعرفها عملنا عنها فيديو يمكن ما أنتشر كتير لأنه مناس مهتمة كتير لكن هاي داخلة على هذا اللي هو البيك داتا اللي بتجمعها منك فيسبوك وغوغل أوكي كيف تقدر تستخدمها في أماكن زي هاي طبعا احنا عارفين انهم بجمعوا وما حدا بينكر هذا الشي ولما انت عملت أكاونت معهم عارف انهم رح يأخدوا كل هاي المعلومات فما تحكي انك تفاجعت لا كل بعرف وكل الحكومات بتجمع هذا الشي لكن استخدامها في الوقت المناسب وكل هاي الأمور مهمة جدا الـ 5G برضو كان إلى استخدام رائع في الصين في مكافحة هذا الفيروس رقم 11 دعم العلم والعلماء دفعوا مبالغ يعني كبيرة جدا لدعم العلم والعلماء لدعم إيجاد حلول أو فاكسين وتريتمينت علاج لهذا المرض فيه طبعا ما قوله بتحكي اذا انقسم العالم إلى قسمين أو انتسكرت كل العالم سينقسم إلى قسمين الدول عندها ما يكفيها من الأكل لأنها تأكل مما تزرع وتستخدم ما تصنع وعندها علماء بيقوموا على الأبحاث والدراسات عشان يجدوا علاج للأمراض والمشاكل وفي دول جالسة بس بتستنى عمتى هدول الدول تشفق علي وراح يموت نص شعبها من وراء الجهل في العلم عشان هيك بنحكي هون العلم ليس للترفيه بل هو أهم أساليب النجاح في هذه الحياة وإن شاء الله نحن وياكم نكونوا سالمين الحجر الصحي طبعا الصين أعلنت في إعلان قريبا أنه سيتم حجر الصحي على جميع الداخلين لمدة 14 يوم من أي مكان في العالم بغض النظر خوف أنه ينقلوا الأجانب الفيروس للصين واضح؟ الأجانب ينقلوا الفيروس مرة ثانية للصين فهذه طبعا بدها بدها تدعم وجرات ما خافت الصين بقيام بهذا الشي النقطة الثلاثاش اللي هو التعليم عن بعد شفناها في المدارس والجامعات وحكينا عنه قاموا بعمل منصات كاملة للتعليم عن بعد مجانية لجميع الطلاب في الصين أرباطاش الكميونيتي وورك بما معناه أنه كل الكميونيتي كل حي كان لهم زي جروب على الويتشات وهذا تطبيق موجود زي الواتساب عملوا هذا التطبيق بحيث أنه أي واحد بده أكل بده شرب مريض تعبان في عنده أي مشكلة بكتب على الويتشات بكتب عنوان وبيجوا عليه وبساعدون النقطة خمستاش طرح استراتيجية القوة الصارمة وهذا كان فيه سؤال قوي عن حريات الشخصيات هل خلي الناس تروحوا زي ما بدها وهذا ولا لا أضرب بضرب من حديد بيد من حديد لإيقاف هذا لأنه عندي الهدف الأسماء اللي هو المجتمع كامل مش شخص أو شخصين فكان هذا فيه دبيت كتير ولكن القوة الصارمة هذه من أحد الأشياء اللي ممكن نتعلمها من الصينيين محاكمة المقصرين من أصحاب القرار هذا نقطة مهمة كثير من الناس اللي كانوا في مدينة خبي أو مقاطعة خبي مدينة وخان اللي ما تفاعلوا مع الفيروس من بدايته ما أعلنوا عنه تمت محاكمتهم من قبل الحكومة وطبعا محاكمة في الصين تعارفين فما في أحد فوق القانون 17 الوحدة والتعاون والتدابير القاسية تختبر صبر الصينيين يعني الصينيين خاصة في مدينة وخان حوالي 45 يوم صبر غير طبيعي مش سهل يا جماعة انك تجلس 45 يوم فيه ناس يعني منتلي قاعد لحاله 45 يوم صعب هناك فيه عمليات علامات غضب علامات إحباط من بعض الناس لكن كانوا أقلة وكانوا الناس دايماً يشجعوا بعض في هذه المحنة رقم 18 أفضل طريقة للسيطرة على المرض تكمن في الاكتشاف المبكر والعزل المبكر الاكتشاف المبكر والعزل المبكر نرجع نحكيها يا وزراء صحة عرب الاكتشاف المبكر والعزل المبكر النقطة 19 إنساء مستشفيات متخصصة للعلاج المركزي للمرض وأرجع أحكيها أنا هذه يمكن نقطة كتير ناس أي واحد بصير معها حرارة بروح على المستشفى العادي هذا في الأيام العادية في الوقت الحالي عشان ما نخلط المرضى الموجودين في المستشفيات مع مرضى الكورونا لازم 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 يكونوا في عزل في مكان معزول مكان خاص لهذه الحالات يعني يعملونه تست غاد إذا صار نيجاتيف يودو يكملوا إجراءاته في المستشفى العادي إذا صار بوزوتيف يكملوا إجراءاته في المكان المختص النقطة 20 الصين الآن تقف مع الدول اللي وقفت معها وفي تصريح من وزارة الخارجية الصينية حكت أنه لن ننسى أصدقائنا اللي وقفوا معنا والآن بعثت مساعدات للعراق وليطاليا واعتقد لألمانيا الحجر الصحي في البيوت خطأ وهذا ما حكت عنه مئة مرة وللأسف في دول ومنها كندا وأمريكا عم بتقوم بهذا الشيء الحجر الصحي يا جماعة للمرضى في بيوت خطأ شو بيصير بيأتي واحد بقولوا انت معك كورونا روح البيت اجلس طيب أولاده عيلته مرته مش معقول مش حيتواصل معهم طيب في ناس عقلانيين ممكن يعود لأربع عشر يوم ما عنده مشكل في ناس لا بقول لك خلاص انتهت الحياة وانا حموت أنا بدي روح عادي الكل يطلع بس يطلع لو ساعة زمان في مول ولا في شارع ولا في مطعم وانتهى الموضوع فيا جماعة الحجر الصحي في البيوت لن يعمل وأنا بوجه هاي الرسالة لكل وزراء الصحة الأجانب كمان انتبهوا وأنا بعت رسالة في وزير وزير الصحة الكندية بهذا الموضوع تشخيص المبكر بالسي تي سكان لسه بعض الدول بتستخدم المسحة للأسف السي تي سكان غالي أنا عارف بس هو أفضل طريقة للتشخيص وهذا ما أثبت الدراسات في الصين اه اه اثنين وثلاثين او ثلاثة او نقطة الأخيرة انه نجحت الصين في تقليل نسبة الرقم هذا الفيروس أخيرا الآن وصلت اي تينك انه اه تلاتين حالي يمكن يوم او تمنتاشر مش بذكرة تمنتاشر حالي تمنتاشر حالي بالزبط وطبعا هذا بذكرنا بال الفترة اللي انتشر فيها الـ H1N1 من أمريكا وما قدرت أمريكا تسوي أي شيء وقتل أكثر من نصف مليون شخص وانتشر ب اعداد خيالية حول العالم ف يعني الآن اعتقد بعد فترة نحن نبدأ نحكي مين اللوم ومين ما اللوم لكن هذه نقطة لازم نفكر فيها كان فيه ثمن للإجراءات اللي قامت فيها الصين منها الحرية والحياة الناس ارتبطت حريتهم وأنا متأكد ولكن اللي قاموا فيه أهل وهان لأجلنا إحنا يا جماعة لأجل حمايتنا مش بس حمايتهم مما كمان لحمايتهم بس لحماية العالم من هذا الفيروس اثنين تأثر كتير الاقتصاد الصيني من هذه الحركة اللي هي إيقاف المدينة وبالتالي إيقاف عجلة الاقتصاد في الصين وفي العالم كله طبعا الثلاثة الإعمال التجارية وخاصة الخاصة منها تأثرت كثيرا نحكي عن البقالات المصانع الأمور الخاصة هذه مش الحكومية كتير تأثرت وخاصة الصغار في الموضوع الحالة النفسية حكينا عنها الحالة النفسية الصعبة جدا جدا لواحد يجلس 45 يوم لحاله أولاد نجنه أنا شفت فيديوهات أولاد بعيد طعيات ماما بدنا نطلع برا فإن شاء الله ما يصيب أحد هذا الذعر والحالة صعبة يعني لكن تحملوا هذا الخوف والذعر الخوف من اللامعلوم ما إحنا عارفين شو هذا الفيروس شو بيصير كل يوم بتطلع معلومات الإشاعات بتطلع كتير فطبعا هذه فرصة جيدة أن نتعلم من التجربة الصينية ونتمنى لكم كل الخير والأمان والصحة والعافية وإن شاء الله يبعد عننا وعنكم هذه الأمراض وسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر